الله أكبر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا قواء عليهم أنذرتهم أملا تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم قشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادئون الله والذين آمنوا وما يخادئون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في ثغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربهت تجارتهم وما كانوا مهتدين مصلهم كمسل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون عصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكيفرين يكان البرق يقف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَوْكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّامَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فلا تجعلوا لله أنذاداً وعنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على أردنا فاتوا بصورة من مثله وتعوشوا هداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإددى للكفرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحة أن لهم جنات تجري من تاتي الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأجوبه متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهل الله من بعد ميثاقي ويقعون ما أمر الله به أن يوصل ويبسلون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكبرون بالله وكنتم أبواتاً فأحيكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوي إلى السماء فسويهنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يبسل فيها ويسبك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بعسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال آدم أنبئهم بعسمائهم فلما أنبئهم بعسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعلم ما تبدون وما كنتم تقطبون وإذ قلنا للملائكة سجلوا لآدم فسجلوا إلا إبلي زابي والسكبر وكان من الكيفرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوتك الجنة وكلان منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان أنها فأخرجهما لما كان فيه وقلنا خذقوا بعضكم لبعض عدو ولكن في الأرض مستقر ومتاء إلى حين فتلقي آدم للرب كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اخبطوا منها جميعا فإما يهتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف علىهم ولاهم يحزنون والذين كفروا كذلوا بآتنا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يا بني إسرائيل افكروا نئمة التي عنعمت عليكم وعوذوا بأهدي أوف بآدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون أقموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا ماء الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا ألا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يا من لا تجزي نفس عن نصر شيئا ولا يقول منها شفاءة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذكحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء لربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البهر فأنجيناكم وقرقنا آل فرعان وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسي عربعين ليلة ثم تخطم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لألكم تهددوا إذ قال موسيق قوم يا قوم إنكم ظلمتموا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم زالكم خير لكم وإن دباريكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلت يا موسي لن نمل لك هتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائكة وأنتم تنظرون ثم بعصناكم من بعد موتكم لألكم تشكرون وظللنا عليكم القمام وأنزلنا عليكم المن والسلوي كل من طيبات ما رزقناكم وظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلموا إذ قلنا دخلوا هذه القرية وكلوا منها إذ شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطائكم وسنزيد المحصنين فبدل الذين ظلموا قالا الذي كيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفصقون